ونحن نقدم الحصة حصة العاشر من تشرين الأول أكتوبر 2024 نسعد بأن يكون موضوع اليوم هو العلاقات السياسية الدولية صناعة السياسة الخارجية وأدواتها السياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط السياسة الخارجية الأوروبية أيضاً تجاه الشرق الأوسط هذا الموضوع والذي يأتي ضمن المحور السادس المعنون بالقضايا والعلاقات السياسية الدولية هو محور طبق وأن حاضر وقدم فيه الدكتور محمد حسين تبيتي حصة حول القضايا الدولية المعاصرة يوم الثلاثاء الماضي اليوم ونحن نستقبل الدكتورة حورية قسعة نكون جداً فخورين بأن نناقش معها بإطار حصتها موضوع العلاقات السياسية الدولية خاصة من دار منطقة الشرق الأوسط دكتورة حورية مساء الخير مساء النور دكتور أنا في الاستماع كيف حالك؟ الحمد لله دكتورة أتمنى أن تكوني في صحة جيدة جد سعداء بأن تكوني معنا في إطار هذه الحصة وأنا كذلك بدوري جد سعيدة بتواجدي معكم اليوم أتشرف بذلك أقدم تحياتي لدكتور عمار شرعان كما أوجه شكري لدكتور علي الذي أتاح لنا المشاركة في هذه الدورة القيمة كما لا أنسى أن أبارك جهود كل القائمين على إنجاح هذه الدورة بما في ذلك دكتور كريم شكرا دكتورة أنتم تخصص علاقات دولية وتعاون يسعدني أن أقدم لك القاعة لتبدأ المحاضرة هل يمكنني مشاركة عرض الباور؟ بطبيعة الحال فلقد منحتكم خاصية الكوهوست والتي تمنحكم صلاحيات التحكم في القاعة هل العرض واضح؟ العرض لم يظهر بعد والآن دكتور كريم هكذا أفضل دكتورة إن كانت ضغط على F5 هكذا أفضل نعم نحن اليوم كما سبق وأن ذكر الدكتور بصدد مناقشة موضوع يتعلق بالعلاقات السياسية الدولية صناعة السياسة الخارجية وأدواتها السياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط وكذلك السياسة الخارجية الأوروبية تجاه ذات المنطقة أولاً وقبل أن نتطرق إلى صلب الموضوع لا بد أن نعرج إلى أهم المتغيرات في هذا الموضوع وإبداء الفرق بين السياسة الخارجية وكذلك صنع السياسة الخارجية فبالحديث عن السياسة الخارجية والتي تشير إلى مجمل المبادئ والتوجهات التي تتبناها الدول في سبيل تعاملاتها وعلاقاتها مع دول أخرى بحيث تشمل هذه السياسات والسياسات الخارجية استراتيجيات قائمة على العلاقات الدبلوماسية والتحالفات والأمن القومي والأمن القومي وغيرها في حين عندما نتكلم عن صنع السياسة الخارجية فنقصد بها تلك العملية التي يتم من خلالها تطوير هذه السياسات أي السياسات الخارجية والتي تشمل مجموع من الخطوات بدءا من تحليل الوضع الدولي وصولا إلى اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات والتقييم نتائجها ويتدخل في صنع السياسة الخارجية عدد من العوامل والفاعلين بما في ذلك على المستوى الداخلي الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني فضلا عن تأثير العديد من العوامل المتباينة والمتعددة في العديد من المجالات الاقتصادية والتقافية وغيرها ولذلك عندما نقول سياسة خارجية نقصد به ما تقوم أو ما تفعله الدول في العالم بينما صنع السياسة الخارجية يتعلق بالسؤال الكيفة أو الطريقة التي تتخذ بها الدولة قراراتها بشأن تلك السياسة وهنا نأتي إلى العوامل المؤثرة في صنع السياسة الخارجية فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة في صنع السياسة الخارجية نجدها تتبين بين عوامل داخلية وعوامل خارجية أولا نبدأ بالعوامل الداخلية لصنع السياسة الخارجية هنا نتحدث عن طبيعة النظم سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي إذ يحتل طبيعة النظام السياسي دورا بارزا ومؤثرا في صنع السياسة الخارجية فالنظم التسلطية غالبا ما تعكس سياسات عدوانية توسعية على عكس النظم الديمقراطية والتي عادة ما تعكس سياسات خارجية سلمية كونها نظم تتسم بالتعددية وارتفاع نسب المشاركة السياسية من جهة أخرى نجد طبيعة النظام الاقتصادي هذا أيضا عامل مؤثر في صنع السياسة الخارجية على المستوى الداخلي والذي يؤثر في هذه العملية من عدة اتجاهات متباينة فالدولة التي تتمتع بنظام اقتصادي قوي وتتوفر على قدرات طبيعية وطاقات انتاجية ضخمة نسبيا تكون لها حرية أكثر وقدرة أكبر من غيرها عند اختيارها للبداء للمطروحة أمامها عامل آخر يتعلق بالعوامل الداخلية المؤثرة في الصنع السياسة الخارجية ألا وهو الأحزاب السياسية فمن أبرز المؤسسات السياسية التي تساهم في صنع السياسة الخارجية نجد الأحزاب السياسية ويتوقف دور هذه الأخيرة في عملية صنع السياسة الخارجية على طبيعة النظم السياسية التي تنشط خلالها ففي النظم السياسية التي تعتمد نظام الحزب الواحد يقل دور الأحزاب ما عدى الحزب الحاكم في عملية صنع السياسة الخارجية وقد ينعدم تماما هذا الضور إذ يتم إقصاؤها من المشاركة في الحكم بأي شكل من أشكال كما أنها قد تكون محل ملاحقة مستمرة من قبل النظام وبالتالي يكون للحزب الحاكم دور محوري في عملية صنع القرار الخارجي على غرار الأحزاب الحاكمة في الدول الاشتراكية في مقابل ذلك يبرز دور الأحزاب السياسية في عملية صنع السياسة الخارجية في الأنظمة السياسية التي تسمح أو تتبنى تعدد الأحزاب سواء كانت مشاركة في الحكم أو من أحزاب المعارضة مع اختلاف طبعا درجة التأثير في كل الحالتين عامل آخر من العوامل الداخلية المؤثرة في صنع السياسة الخارجية نجد جماعات الضغط ودرجة تأثير جماعات الضغط في هذه العملية يتوقف على مدى ارتباطها وتأطرها بالقرارات الناتجة عن هذه السياسة فعلى سبيل المثال الجماعات الاقتصادية التي يكون لها أو تكون لها أهداف ذات طبيعة دولية تسعى لإبقاء علاقاتها ودية مع الدول التي تتعامل معها ولتحقيق هذه الغاية تعمل هذه الجماعات على ممارسة ضغوطات على صانع القرار من أجل ضمان استقرار علاقاتها الخارجية عامل آخر من العوامل المؤثرة في صنع السياسة الخارجية نجد الرأي العام بالنسبة لدور الرأي العام في توجيه السياسة الخارجية قد ينعدم هذا التأثير على سلوك فواعد السياسة الخارجية في الأنظمة التسلوطية بسبب انفراضية السلطة لدى الفرد أو الجماعة الحاكمة وغياب الحريات الجماعية كحرية التعبير والمظاهرات وبالتالي يختلف التأثير حسب طبيعة نظام الحكم ففي المجتمعات الغربية يكون للرأي العام دور فعال في توجيه والصنع السياسة الخارجية كذلك نتحدث عن شخصية صانع القرار فهي من العوامل الشخصية التي لها تأثير في عملية صنع السياسة الخارجية وذلك من خلال فهم ومعرفة طبيعة الشخصية للأفراد فالاهتمام المتزايد على سبيل المثال لصانع القرار بمسائل الشؤون الخارجية يعمل على تعظيم دوره ويجعله يطالع بجميع المهام أو الصلاحيات في هذا الشأن وفي المقابل تتقلص أدوار الفواعل الأخرى في عملية صنع السياسة الخارجية من جهة أخرى وبالإضافة إلى العوامل الداخلية المؤثرة في صنع السياسة الخارجية نجد العوامل الخارجية المؤثرة في صنع السياسة الخارجية في هذا الشأن نتكلم عن النسق الدولي التفاعلات الدولية الموقف الدولي المؤسسات الدولية والأزمة الدولية إذا تكلمنا عن النسق الدولي تتداخل فيه عدة عوامل كعدد الوحدات الدولية وماهيتها وبنية النسق الدولي والمستوى المؤسس للنسق الدولي والعمليات السياسية الدولية بما في ذلك تأثير الأحلاف ولذلك فالتغيير في شكل وطبيعة النظام الدولي العام من شأنه أن يؤثر في عملية صنع السياسة الخارجية للدول كونها وحدة من الوحدات المكونة لهذا النظام فالدول في ظل النظام متعددة للأقطاب نجد أنها تملك هامش أكبر للحركة واتخاذ قرارات في المقابل يصبح للدول الصغرى قدرة أكبر على المناورة الخارجية عن طريق الإعلان عن انضمام إلى حلف معين أو الانسحاب من حلف معين كذلك تكون سبق وانضمت إليه نعام الآخر يتعلق بالتفاعلات الدولية والتي تعتبر إحدى العوام المؤثرة في صنع السياسة الخارجية للدولة أو الدول نظرا لنوعية التفاعلات التي تربطها بالدول الأخرى وتشتمل على سباق التسلح والتعبئة الاقتصادية وسياسة الاستقطاب أما إذا تحددنا عن الموقف الدولي فهو بدوره يشكل الحافز المباشر الناشئ من البنية الخارجية في فترة زمنية معينة والذي يتطلب من صانع السياسة الخارجية التصرف بشكل معين للتعامل معه أما عن العامل المتعلق بالمؤسسات الدولية نجد أنه كذلك بدوره يشكل أحد العوامل التي تندرج ضمن البيئة الخارجية المؤثرة في عملية صنع السياسة الخارجية للدول تتخذ المؤسسات الدولية شكلا تنظيميا للدول وتتولى تنظيم العلاقات الخارجية لهذه الدول فيما بينها فضلا عن تأثير المؤسسات القانونية الدولية على السياسات الخارجية للدول كونها تخلق وجودا على بعض السلوكيات الخارجية ولا ينحصر دور هذه المؤسسات على تنسيق التعاون بين الدول فقط وإنما يتعد ذلك للعمل على حل النزاعات بين الدول وفقا للقانون الدولي أهم هذه العوامل المؤثرة على المستوى الخارجي في صنع السياسة الخارجية نجد الأزمة الدولية والتي قد يكون لها تأثير سلبي على القدرات والمهارات المعرفية لصانع القرار فمن شأنها أن تخلق موقفا من الضغط النفسي والذي يؤدي بدوره إلى تدور القدرة على التركيز أو التأثير على قدرة التركيز على تحليل المعلومات وفهمها بغرض التعرف على الموقف والذي ينعكس بشكل سلبي كذلك على قدرة صانع القرار في تقصي المعلومات وتحديد البدائل والاعتماد أكثر على النظام العقدي والخبرات السابقة لفهم المواقف أو الموقف الذي هو بصدد معالجته الآن وبعد أن تطرقنا للعوامل المؤثرة على صنع السياسة الخارجية على المستويين الذائقين أو الخارجي نتطرق إلى عنصر آخر متعلق بآليات صنع السياسة الخارجية وهنا نتحدث عن الآلية الدبلوماسية الآلية الاقتصادية الآلية العسكرية وكذلك الآلية الإعلامية إذا تكلمنا عن الآلية الدبلوماسية نجدها تتعلق من حيث الاستخدام والتطبيق أو تتعدد من حيث الاستخدام والتطبيق وذلك راجع للتنوع الحاصل في طريقة التعامل والتواصل كذلك بين مختلف الوحدات الدولية فللدبلوماسية كما نحن نعلم ذلك أنواع متباينة تتعدد بين الدبلوماسية السرية دبلوماسية علنية دبلوماسية جماعية وثنائية ورسمية وشعبية وكذلك دبلوماسية القمة والتي تنسجم وفق معطيات المرحلة والتوجه والقضية التي تتطلب توظيف الجانب الدبلوماسي هذا من شأنه أن يجعلها تتمتع بنوع من المرونة إلى جانب وسائلها القانونية والسياسية وبالتالي تصبح هي الأخرى آلية أو آدات مهمة من أدوات صنع السياسة الخارجية وإلى جانب الآلية الدبلوماسية نجد الآلية الاقتصادية بحيث يعتبر العامل الاقتصادي من أهم الأدوار التي يتم توظيفها لصناعة السياسة الخارجية وإعطائها مكانة هامة في العلاقات الدولية المعاصرة هذه الأهمية للأدوات الاقتصادية يمكن أن نرجعها لعاملين العامل الأول يتعلق بإحلال الرفاهية الاقتصادية لشعوب المجتمع الدولي والتي تحتل مكانة بارزة في سلم أولويات الأهداف القومية للحكومات المعاصرة بينما العامل الثاني يرتبط بزيادة الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الدول وما يترتب على هذا الاعتماد من زيادة في أهمية وأولوية الأدوات الاقتصادية كوسيلة لصنع السياسة الخارجية الآن نتكلم عن الآلية العسكرية والتي لا طالما تم اعتبارها المؤشر الرئيسي لقوة الدول وأكثر الآليات فعالية لتحقيق أهدافها الخارجية فتوفر مثلا دولة ما على ترسان عسكرية دخمة وعلى قيادات عسكرية ذات كفاءة عالية فضلا عن امتلاكها تكنولوجيا عسكرية متطورة يمكنها من الحصول على مختلف الأسلحة الدكية والمضمرة مع توفر عقيدة عسكرية فعالة كل هذه العوامل التي سبق لنا أن ذكرناها تساهم في منح الدولة وزن على المستوى الدولي مما يساعدها أو يساهم بدوره في تحقيق أهداف سياساتها الخارجية سواء عن طريق الترهيب أو شن الحروب بعد أن تعرضنا للآلية العسكرية لابد أن نتعرض كذلك للآلية الإعلامية وهي آخر الآليات في صنع السياسة الخارجية عندما نتكلم عن الآلية الإعلامية فنجد أن عمل وسائل الإعلام المتطورة على توفير المعلومات والبيانات المرتبطة بشكل أساسي بالتفاعل بين البيئتين الداخلية والخارجية كما تساهم أيضاً وإلى حد كبير في دراسة وتحديد البدائل المتعلقة بالقرارات فضلاً عن كونها تساهم في تحقيق قدر عالي من الإقناع الجماهيري تجاه قرارات السياسة الخارجية أي التفاعل مع النظام القائم والتأثير فيه بالإضافة إلى نقل مواقف الجماهير إلى صانع القرارات بعد أن تطرقنا إلى العوامل المؤثرة في صنع السياسة الخارجية وكذلك آليات صنع السياسة الخارجية نأتي هنا إلى التطرق إلى توجهات السياسة الخارجية سواء للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك للاتحاد الأوروبي تجاه منطقة الشرق الأوسط أولاً نبدأ بتوجهات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط وهنا حاولنا أن نتطرق لهذه السياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط عبر مجموعة من الملفات الملف الأول يتعلق بتأمين الوصول الاستراتيجي إلى نفط منطقة الخليج العربي حيث نعرف أو كما يعرف كل المهتمين ودارسي العلاقات الدولية أن المصالح الأمريكية أو السياسة الأمريكية تعتمد بشكل أساسي على النفط وهو يعتبر أحد أبرز المصالح الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط ونتيجة لذلك أضطرت الروابط المتعلقة بالطاقة بسبب النفط الشرق الأوسط على العلاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع دول المنطقة ففي تمانينات القرن الماضي كما نعرف كان أهم جزء من مبدأ كارتر هو الهدف الشامل للولايات المتحدة الأمريكية لمنع أي قوة خارجية من السيطرة على منطقة الخليج الفارسي وذلك بسبب المصالح الأمريكية في نفط الشرق الأوسط في ذلك الوقت كذلك من جهة أخرى لو تذكرتم معي أزمة النفط في عام 1973 والتي يعني أبانت عن أهمية هذا العام المتعلق بالموارد الطاقة في السياسة الخارجية الأمريكية عملت على تغيير نهج الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك تجاه المنطقة من أجل حفظ مصالحها وأهدافها في المنطقة واتباع بدائل أو سياسات بديلة تكون كفيلة بضمان هذا المورد في منطقة الخليج العربي من جهة أخرى أو ملف آخر يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط وهو دعم وحماية سيادة الكيان الإسرائيلي حيث يعتبر دعم وحماية هذا الأخير وضمان استقراره أبرز مساعي السياسة الخارجية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط بل في الواقع فإن الحفاظ على استقرار هذا الكيان في الشرق الأوسط يعزز بدوره مصالح الأمن القومي في المنطقة ونجد أن قد هيمن هذا المنظور على السياسة الخارجية الأمريكية منذ منتصف القرن العشرين وما زال لحد الآن يشكل السياسة الحالية للولايات المتحدة الأمريكية فقبل أن تعلن بريطانيا عن وعد بالفور حاولت الحكومة البريطانية إقناع الرئيس ويلسون بتأييد البيان المقترح وبالرغم تعارض هذا الإعلان مع أجندة الرئيس ويلسون لتقرير المصير والتي طرح في نقاطه الأربع عشر والتي بدورها قوضت حق العرب والفلسطينيين بصفة خاصة في تقرير المصير لكن هذا لم يمنع الولايات المتحدة الأمريكية من تبني هذا الإعلان وبالتالي إطفاء الطابع الرسمي على السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه فلسطين أو اتجاه الكيان واتجاه دور الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والقضية الفلسطينية بشكل خاص نقطة أخرى فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط نجدها تتعلق بالحفاظ على القواعد العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وهذه الجزئية تعتبر مسعى من مساعي السياسة الخارجية الأمريكية البارزة خاصة تلك الموجودة في الدول العربية الغنية بموارد الطاقة بالنفط والغاز وغيرها على طول مصار طرق التجارة ونقاط الضغط التي تسمح لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية بالتأثير بشكل مباشر وغير مباشر على المنطقة بأكملها ونظراً للاعتماد الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية كما سبق وانذكرنا على واردات الخليج من النفط نجد أن جيمي كارتر قد لجأ لتضمين خطابه عن حالة الاتحاد عام 1980 للتهديد الذي سيشكله الاتحاد السوفياتي لحرية حركة النفط في الشرق الأوسط وذلك في إطار مساعيه لإنشاء موقع استراتيجي وبالتالي اعتبار أي محاولة من قبل أي قوة خارجية للصيدرة على الخليج الفارسي تعتبر تهديداً للمصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية وسيتم صدمة هذا الهجوم بأي وسيلة ضرورية كانت بما في ذلك القوة العسكرية طبعاً نقطة أخرى أو ملف آخر يتعلق بتوجهات سياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط يتعلق بالدفاع عن الدول العميلة والأنظمة الصديقة بحيث تشمل المساعي الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية منطقة الشرق الأوسط كذلك الحفاظ على علاقات وثيقة مع الدول العميلة والأنظمة الصديقة في أمور متباينة ومتعددة على غرار الدفاع والتجارة وما إلى ذلك فمنذ أن وسعت الولايات المتحدة الأمريكية مصالحها في الخارج استخدمت نظام الصيانة الضورية لأنظمة معينة واضطرت إلى التعامل مع عملاء إضافيين من وقت لآخر للتأثير على مصالحها كذلك منذ أوائل الأربعينات تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم المساعدة الاقتصادية والعسكرية والحماية لعدة دول في الشرق الأوسط وذلك بصدد الحفاظ على أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية في المنطقة لتصبح هذه الأخيرة دول عميلة للولايات المتحدة الأمريكية منذ منتصف الأربعينات على غرار اليونان وتركيا وإيران وغيرها من الدول أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأوروبية تجاه منطقة الشرق الأوسط نرى أن السياسة الخارجية الأوروبية تجاه هذه المنطقة ومنذ عام 2018 لم تكن سياسات تستند إلى استراتيجية إقليمية متماسكة وفعالة فمنذ 1993 لم يتبنى أو لم يرتكز الاتحاد الأوروبي أو لم يعتمد على وثيقة شاملة لتشكيل الأساس لإجراءاته أو سياساته أو تعاملاته الدبلوماسية والاقتصادية تجاه منطقة الشرق الأوسط والتي تعتبر إحدى أهم مناطق العالم في حين وبالرغم من تطوير سياسة مشتركة سياسة مشتركة للإتحاد الأوروبي تجاه منطقة الشرق الأوسط من المرجح أن يكون صعبا نظرا للتباعد في السياسات بين دول الاتحاد فيما بينها تجاه دولة ومصالحها تجاه منطقة الشرق الأوسط كون السياسة لو لاحظنا أن السياسة العامة تجاه شركاء في المنطقة حاليا تعتمد أو تستنل إلى وثائق أو مبادرات تعاونية كسياسة الجوار الأوروبية طبعا والاتحاد من الجل المتوسط واتفاقية الاتحاد الأوروبي والتعاون مع دول الخليج عام 1988 والتعاون مباشر مع جامعة الدول العربية عفوا والتعاون مباشر كما سبق وذكرت مع جامعة الدول العربية وكذلك مع منظم التعاون الإسلامي ونتيجة لهذا فإن السياسة الأوروبية تجاه المنطقة نستطيع أن نقول أنها مجزأة وتفتقد إلى عامل التنسيق في كثير من الأحيان ولا توجد وثيقة واحدة تضم جميع دول الشرق الأوسط بما معنى أن الاتحاد الأوروبي يتعامل تجاه سياساته تجاه المنطقة غالب عليها طابع التززئة يعني كل تتعامل مع دول بمفردها أو حتى دول الاتحاد في حد ذاتها تتعامل بشكل فرضي مع دول منطقة الشرق الأوسط أما فيما يتعلق بالملف الإيراني وعلى الرغم من انتقاد الأوروبيين علنا لقرار الرئيس دونالد ترامب بعيادة فرض العقوبات الأمريكية وعلى الرغم من ذلك فإن الاتحاد الأوروبي أو دول الاتحاد الأوروبي لم تبدي أي رد فعل أو لم يظهر عنها كثير من المعارضة التحرك الأمريكي وحماية المستقمرين الأوروبيين في المنطقة وفقا لإستراتيجيته العالمية ولذلك يعتزم الاتحاد الأوروبي تعزيز تعاونه كما هو بارز مع دول مجلس التعاون الخارجي وإيران ومع ذلك قد يصبح هذا الجزء من الاستراتيجية غير قابل يعني للتسيد أو أطاره غير لا تكون أكثر فعالية في الوقت الحالي وذلك نظرا لأن الإدارة الأمريكية الحالية يعني لن تغضى الطرف عن التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأوروبية وإيران من جهة أخرى وفيما سبقه وبناء على ما تم التعرض إليه من خلال محاور هذه الدراسة نجد أو يتضح لنا أن هناك تباين في الأهداف والاستراتيجيات لو تكلمنا طبعا عن المقارنة ضمنية يعني بين السياسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه منطقة الخليج أو منطقة الشرق الأوسط وكذلك في الجهة المقابلة سياسات الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية تجاه ذات المنطقة نجد هناك تباين في الأهداف والاستراتيجيات بين كلا الجهتين والتي تعمل خاصة أن الولايات المتحدة نجد أنها تعمل على تبني سياسة خارجية تعظم من أولوية القضايا الأمنية على غرار قضايا مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار الاستراتيجي للكيان الإسرائيلي فضلا عن لؤجوئها لانتهاج سياسات قائمة على التدخل العسكري المباشر في الأزمات كالعراق وسوريا وهذه الاستراتيجية أثبتت عدم نجاعاتها وإن كانت قد نجحت في تحقيق أهداف قصيرة المدى يعني لما نقول أنها أثبتت عدم نجاعاتها نقصد على المدى المتوسط والبعيد إلا أنها ساهمت أيضا في تمفاقم بعد الأزمات في مقابل ذلك نجد الاتحاد الأوروبي يركز على تبني استراتيجيات ترتكز على السلام والتعاون الاقتصادي مع دول المنطقة يعني بشكل نسبي مقارنة بالسياسة الخارجية الأمريكية التي عملت على توظيف القوى الصلبة في كثير من الملفات في منطقة الشرق الأوسط حفاظا على مصالحها أو تمريرا للسياسات معينة أو توسيع لمناطق نفوذها كذلك بالنظر إلى مدى الأطر على الديناميات الإقليمية نرى أن التدخلات الأمريكية غالبا ما تعزز الإنقسامات الإقليمية في المنطقة بسبب طبيعة التدخلات العسكرية والتي سبق تحدثنا عنها في حين أو في مقابل ذلك تسعى السياسات الأوروبية إلى التخفيف من حدة النزاعات عبر دعم ولو بشكل نسبي دائما نقول التنمية والتعاون ولكن بشكل محدود أو بقدرة محدودة على التأثير وهذا راجع لمحدودية دورها في منطقة الشرق الأوسط فضلا عن ذلك تؤدي السياسات الأوروبية دورا مهما في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم قضايا حقوق الإنسان ولكنها تفتقر إلى الدعم العسكري الذي قد يكون ضروريا في حالات الأزمات الكبرى أما بالنسبة للسياسات الأمريكية نعود دائما إلى السياسات الأمريكية فقد تساهم في الاستجابة السريعة للأزمات خاصة نظرا لتواجد قواعدها العسكرية في المنطقة مما يعطيها مرونة في الاستجابة والتدقل في الأزمات بشكل أسرع مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي ومع ذلك فهي غالبا ما تتير ردود فعل متباينة في المنطقة بين مؤيد ومعارض من جهة أخرى وبالنظر إلى المؤشر المتعلق بالاستجابة للتهديدات فإن الولايات المتحدة يعني أثبتت قدرتها على التصدي للتهديدات القصيرة الأمد من خلال قوة عسكرية واستراتيجيات استخباراتية لكنها تواجه كما قلنا تواجه تحديات متعلقة باستدامة الاستقرار على المدى الطويل أما عندما نتكلم عن الاتحاد الأوروبي وبالرغم من التركيز على الجوانب الإنسانية نجد قدرة هذا الأخير على التأثير بشكل فوري على الأزمات يعني تكون محدودة ما يعيق تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع من جهة أخرى تساهم السياسة الخارجية لكل البلدين في تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط بآليات متعددة ومعقدة ومتباينة يعني لكل الطرفين سياسات معينة تختلف وتتباين من حيث الآليات الموظفة لتمرير هذه السياسات في المنطقة وبالتالي توفر هذه الدراسة رؤية متكاملة حول كيفية تحسين استراتيجيات صنع السياسة الخارجية لتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة من خلال تبني استراتيجيات متكاملة وتعزيز التعاون دولي يعني وكذلك تعاون فيما بين دول المنطقة من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها كما يمكن تحقيق نتائج أكثر استدامة وفعالية في معالجة التحديات التي تواجهها المنطقة فيما يتعلق بالتوصيات التي يمكن أن نقدمها في هذا الشأن نرى أن ضرورة تعزيز التنسيق الدولي والتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك يعني من جهة كفوعل في المنطقة والاتحاد الأوروبي لتطوير استراتيجيات مشتركة يعني هو ذلك يكون بالتنسيق طبعا مع دول منطقة الشرق الأوسط يعني إشراكها كطرف فاعل في المنطقة وليس كطرف تابع من أجل أو تكون هذه الاستراتيجيات طبعا ترتكز على عامل دمج الأبعاد الأمنية والتنموية فالتعاون والتنسيق يعني يمكن يعزز بصورة أو أخرى التنسيق الفعال ويقلل من التناقضات التي تؤدي إلى تفاقم الأزمات وبالتالي ضرورة تطوير استراتيجيات متكاملة وشاملة وتوجيه الدعم نحو مشاريع التنمية المستدامة والبنية التحتية والذي من شأنه أن يعزز من الاستقرار طويل المدى بينما يجب أن تكون كذلك الاستراتيجيات الأمنية مصممة بحيث تتفادى التصعيد وتدعم الحلول السلمية دائما والتقليل من توظيف القوة الصلبة شكرا جزيلا لحسن الاستماع دكتور أعيد الكلمة إليكم شكرا دكتورة شكرا دكتورة حرية قصعة دكتورة العلاقات الدولية بجامعة قرمة بدولة الجزائر الشقيقة على المحاضرة القائمة وأشكر الحضور الكريم على حسن الاستماع على أن يكون لنا لقاء آخر في المحاضرة القادمة من سلسلة محاضرات دبلومة قواعد التأهيد لاختبارات العربي إلى اللقاء ونعلن انتهاء المحاضر إلى اللقاء شكرا جزيلا مجددا شكرا دكتور شكرا شكرا شكرا